بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع ده لازم نتطرق لي ونشوف كل جوانب ونشوف ليه بيحصل وإزاي نعالجه إذا كان في علاج بس إن شاء الله أنا بس أحب أفكركم بسؤال المسابقة هيكون في آخر الحلقة وهيكون الجوائز مقدمة بالأكاديمية الدولية لتطوير الزيت وهتكون عبارة عن دورات تدريبية وكرنهات عضوية ومنورنا برضو الدكتور جهان حسين مؤسس ومدير العام الأكاديمية الدولية لتطوير الزيت أهلا وسهلا عليك الدكتور أهلا وسهلا النهار ده بقى موضوع الخيانة الزوجية دي أنا باعتبره من أسوأ المواضيع أو من أسوأ الحاجات اللي ممكن تدمر الحياة الزوجية حقيقة نتجنبها إزاي الأول؟ الوقاية منها إزاي؟ لا قبل ما نتجنبها لازم نعرف يعني إيه خيان يعني إيه خيان تمام نعرف يعني إيه خيان علشان بس فيه نقطة مهمة جدا 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 أنا كنت رفضة أصلا قبل كده إننا نتكلم في الموضوع ده أو إننا نعمله كورس أساسا لأنه أنا باعتبر أنه لما بكلم في حاجة كأنها مقبولة وإحنا بندور لها لحل هي مش مقبولة بالمرة يعني إطلاقا أكيد في ملحوزة كمان مهمة عشان بس الأمور تبقى واضحة للناس كلها لو أي حد متصور أن الخيانة هو الزنة فالخيانة ليست الزنة ومعليش يعني تسمية الزنة بالخيانة ده نوع من أنواع الاستهانة بعظم الزنة وبعدين هل البنت أو الشاب اللي بيزني بيخون مين؟ بيخون ربنا يعني أصد هو خاين مين؟ يعني الفكر هنا القضية هل هي مقبولة لو ما فيش طرف تاني؟ هل الزنة مقبول لو حد ما فيش طرف تاني؟ لا طبعا أنه مرفوض في كل الأحوال فإذن الخيانة لا تعني أبدا الزنة زنة أحد الترافين إطلاقا يعني ده تخرج برا الموضوع طيب لكن الأصل في الزنة الأصل في الخيانة ليست الزنة والأصل في الخيانة خيانة العهد خيانة الإمانة خيانة ماله يعني المرأة المفروض تحافظ على مال زوجها وعلى سر زوجها وما تخونوش تروح تقول مثلا حاجة هو قال لها ما تقولهاش أو خصيات معينة تروح تقولها لحد ما يجيبش تقولها له كل دي تندرك تحت اسم الخيانة تحت مقنة الخيانة مش اللي الناس فهمها غالص فالخيانة دي حاجة كتير جدا لك حق تقولي أفاهم يعني إيه خيانة الأوي طبعا يعني أنا أنا ناس ما أقول لحضرتك أصبحت الأمور مختلط عليها لا يا ريت مختلطة ده هي يعني إيه لما بتغير المسمى بتخفف على نفسها وطء المعصية زي بتبرر لروحها المعصية مش بتبرر دي بتخففها يعني هي ما سمهاش زينة تحايل يعني أنا مش دا دا هو مش داني دا خاين يعني وكأن لأن الزينة ليه قامت حد لكن الخاين يدخل في حاجات كتير وما بقولش إنه حاجة كويسة نبي صلى الله عليه وسلم لما قال آية المنافق أربعة وفي حديث ثلاثة يعني إنه إيه إذا أتمنى خان صح في النفاق اللي هي النفاق مش العقدي مش نفاق العقيدة نفاق التعام والمعاملات فإذا حدث كذب وإذا أتمنى خان وإذا إيه عاهد غدر وإذا خاصة مفجر أنا عندي حديثين يعني حديث ذكر ثلاثة حديث أربعة إذا أتمنى خان فدي في المعاملات فأنا لما أدرج الزينة وهو من أكبر الكبائر تحت مسمى الخيانة يبقى أنا ضعفت يعني عظم الزنب خليته سهل خليته حاجة سهلة سهلة فبالتالي لما تستعمل صغرته صغرته في عيني كمان صغرته في عين أو في عين اللي بيسمع وفي عين اللي بيفعل ذلك وبالتالي ما حسش أنه بيعمل عمل عظيم ولذلك ولذلك تحس إنه هما أصبحت المواضيع بقت منتشرة بقت منتشرة قولك دخني دخني وعادي وعادي العملية كنت تكتب على الفيس وبتتسئل على العام وما فيش حد محرج إنه بيحصل كده ومش عارفة يعني بتتقل عادي بقى لازم نطرق بين الخيانة والزنى الزنى ده أمر كبير وعظيم جدا طبعا فهنا لما خالص فلما نيجي نقول إن الرجل يجي يقول أنا لما بيجي له بيجي لي ناس تقول لي يا ست مسلا تجي تقول لي زوجي خني يعني إيه خانك أنت فهماها ديني تفسير خانك يعني لتي بيكلم واحدة على الفيس وإلا فيه إنتي شفت حاجة بعينك وهوزينة إيه ممكن الخيانة تبقى بالنظرة خيانة بكل شيء طبعا يعني أنواع الخيانة إنه فصصهم ده فيه آية اللي هي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ده ربنا يعلم خائنة الأعين يعني وإنتي قاعدة كده لو أنا بغمز لحد كده عليك خائنة أعين ده نوع من أنواع الخيانة ده ربنا يعلم خائنة الأعين وما كان النبي أن يكون له خائنة أعين يعني ما تبقاش من أخلاق النبي فهي هذه الخيانة وهي عظيمة مش هي من لما النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق وذكر الأربع صفات لما تقعد يتفكري فيهم كده فعلا وقالها ابن القيم لو إن الإنسان عاش بصفة من الأربعة صفة واحدة من الأربعة مستمر يخشى عليه سوء الخاتمة لا والله طبعا ما هو أنا تخيل يعني أنا على طول منافقة على طول خينة على طول كذابة يعني لو الصفة أنا سائدة فيها يعني إنسان ده ما بحاولش أغيرها أستخلي بالك لما كل إنسان يعني بتعرفيه لو حدي وأنا مش موجودة مثلا يعني قالك توصفي جهان مثلا فممكن تصفيني بكلمة ممكن أنا أقول على فلانة دي أخلاق دانيا دي دي صادقة لا دي أمينة صح؟ صح طب تخليل ما قول ده كاذب بيبقى مشهور بصفة معينة تخليل ما قول ده انت شهر بالكاذب انت شهر بكذا صح؟ يبقى أنا كده يعني إذا استمر ومات على ذلك وده اللي تشهر به يبقى سوق خاتمة ممكن يموت على سوق خاتمة وخلي بالك أنا لقى تمن أي واحدة تزورني عينها تيجي في بيتي على أي حاجة في بيتي مش مش على زوجي مش على زوجي وأهل بيتي لا أول ما لقاها عينها بتتفرج على البيت بالطريقة ما فيش أدب يعني انت مفروض أخش بيتك قعد في المكان اللي انت تسمحيلي به أي ولا أنظر إلا اللي تسمحيلي بالنظر إليه يعني ما تيجي تتفرجي على القدرة دي أقول لك الله جميلة أي لكن أنا عد بقى أحقق وشوف هنا إيه وهنا إيه وتلاقي واحدة تقوليك إيه دا إيه دا أنا شفت كذا هو إيه اللي جوه دا مثلا يعني أو تلاقيت حركت في بيتك أو فتحت تلكتك أو أمد كذا يعرفي عطول إن هي تندرك تحت يعني إيه ضعف الأمانة ضعف الأمانة يعني أنا مقدر شازق فيها أوي اللي هي تدخل جريئة تعرفي إنها مدام كده هممكن تبع عندها الأعظم لأن على الأقل هي جهلة يعني أقل لأبسط الأمور هي مش عارفة الصح مش عارفة الصح يبقى هي ممكن تعمل كل حاجة آه صحيح يبقى هي ممكن تعمل كل حاجة أهم أسباب الخيانة إيه من وجهة نظر حضرتك دي بقى اللي أنا كنت بأكلمك فيها رقم واحد وإحنا يعني كنا بنتكلم المفروض عن الخطبة في البداية والقصص دي كلها تمام في أمور تبين من البداية الإنسان عنده مبادئ وأخلاق وقيم ثوابت ولا لأ يعني قضية الخيانة أنا مش شايفاها أنها قضية طارئة زي ما البعض بيقول وأن الراجل أصلي كان كويس بس يعيني حصل له يعني يعرفها زي إيه لأي بالضبط لما تيجي تقولي حضرتك أمينة حصل لقدر الله أي ظروف خليتك معكيش فلوس وعندك فقر معين إيه تفاك للسرقة مش هتحصل مش هيحصل ليه؟ الأمين مش هيسرق إذن لو حصلت لك ظروف وسرقتي يبقى القضية كان فيها خلل من البداية أي أكيد يعني من البداية أنا كنت عندي ستادة أسرق أي أو أنا ممثل الأمانة بس الظروف أو ربنا ما حطنيش في الاختبار اللي أعرف نفسي فيه في الجزئية دي أي أو بمثل أو بداعي بنافق ما هي في حاجة غلط في حاجة غلط في حاجة غلط أو في حاجة أنا نفسي أعملها أي بس مش عارف كأنني أنا عايز أسرق القلم ده بس مش عارفة بس جات لي فرصة وجي حد بقى روحت اشتغلك في الماكان عشان كده دايما لما واحد يتجاوز واحدة ويتغير مع أمه وإخواته وأهله والعكس يعني أو سيت تتغير بسبب زوجها يقولوا ده غيرها ده غيرته ده وكان عنده استعداد بس لأن أنا مش أي حد هيجي يقول لي بيع أهلك وهبيحه إلا إذا كنت أنا ناوي أعمل كده أو عندي الإمكانية لكده أو ما كنتش عارف أعملها إزاي ما كنتش عارف أجيبها منين يعني أو بمعنى عدق ما كانش ليه غيرهم فأنا لقيت البديل يعني أصدى حضرتك اللي هيخون ده كان عنده الاستعداد من الأول ما كانش الشعر بمدى يعني فكرة إن أنا دي لا يمكن إن أنا يكون عندي خيانة أمانة وخلي بالك أنا لازلت إلى الآن لا أتحدث عن الزنا أي الخيانة ده أحب تتكلم في خيانة الأمانة والخيانة الزوجية الخيانة الزوجية أنا الخيانة الزوجية اللي حضرتك عايز تتكلمي عنها أنا لا أتحدث عن الزنا لا الخيانة ده يتكلم واحدة الخيانة يتكلم واحدة وبص الواحدة وهي تبص الراجل لا ما دي بتكلم في كده إحنا فرقنا بالتنين آه طبعا إنه يتكلم واحدة مثلاً على الفيسبوك ده يتبع خيانة طبعا ما هي كل الحاجات دي وخلي بالك ملحوظة تانية اللي تتجاوز وها يعني زوجة تانية مس مش خين عشان برضو ستة تقولك خني وتجاوز عليها لا لو لو جاوز عليها من غرع المهمة ده خيانة لا مش خيانة إحنا اتفقنا إن مرجعنا الشرع مش مش الأصلة في الشرع إنها تبقى عارفة لا مش ده الأصل مش مفهود تبقى عارفة مش مش ملزمة يقول لها آه مش ملزمة يقولها بدليل يعني هو لو هو مثلاً افترضنا يعني زوج عايش مع زوجته وبيسافر دايماً شغله كله ترانزيت مرة في مصر ومعرف مسلاً دولة تانية وبيقعد هناك شهر وهنا شهر أو هنا سهنة وهنا سهنة أي أن كان يعني أي فمحتاج زوجة علشان ما يقعش في الزنة اللي هو إحنا سب نتكلم فيه أي ففي الحالة دي من حقوقنا تزوج في البلد الأخرى ويروح هنا وهناك وما يقول لها يشل ما يغرش صدرها ويرجع لدي يعيش معها ويرجع لدي يعيش معها انت رجالة يحبوك أوي دكتور الله يوضع شارع أنا ما درشه الله العظيم يعني أحيط بالكلمة أنا عارفة أنه لا ليس ألزاب فكرة بقى أن هي تقول له له هتتجوز قول لي هنا بقى أخيانة عهد يعني لو أنت أنه واتفقت معايا يبقى ده عهد اتفاق في بيننا اتفاق يعني أنا مش هعترض على الشارع بس لو أنت أناوية تتزوج ما أقوع تتزوج بدون علمي تقول له بقى الزواج يبقى بطل لا يجوز يعني مش هنقعد بقى نلعب بالدين يعني لكن هو هيبقى عهدها هو من باب الأدب والأخلاق والعهد إنه اتفاق معاها إنه لو فكر مثلا يتزوج إنه يبلغ تلازم يبلغها عشان الأمانة يعني عادة ممكن بقى هو بقى يبقى عارف أنها ممكن تنفاصل وهو بقى عايز لتنين بتبقى قضية كبيرة يعني لكن أصد المسمى يتبقى صح خني والجوزة هي دي ما يمتعش تتقل لا مش ما خنيش يعني هنا ما خنيش خني يعني عمل حاجة غلط أي ما تندركش تحت خني زي مثلا واحدة بتشتغل في مكان وبعدين جالها شغل يعني أحسن وراتب أعلى هل هي خانة صاحب العمل؟ ما فيش خيانة يعني استخدمت حقها الشرعي استخدمت حقها الشرعي لكن لو فرد بقى إمتى تقول لي إنها خانة صاحب العمل لما هي تروح بقى تلعب على المنافس معايا يعني أيوة أيوة يعني بتشتغلي على قناة وتدربي في قناة بالقناة لو هتضره طيب لو مثلا أنا هعكس هالك لو واحدة بتكلم واحد تاني غير زوجها على تزوج ده أقول سيبقى يعني يعني مصيبة يا مصيبة بس يعني كده بقت إيه يعني هقولك خلينا نتفق بس على حاجة مهمة جدا عشان برضو الحاجات دي نكون منصفين فيها تمام الزنب اللي يفعله الرجل أو اللي تفعله المرأة هم متسويين فيه في العقابة عند ربنا ولكن إحنا بنقول دايما يعني ربنا سبحانه على لما ذكر السارق والسارقة في القرآن السارق والسارقة في الزناء الزانية والزاني سواهم لا هنا أهل السارق والسارقة هناك أهل الزانية والزاني هنا بدأ بالذكر وهنا بدأ بالأنسة يعني عصدك أن دي عقابها أوحش؟ لا نصد أن هي الأساس في أزباب الزناء أن المرأة هي السبب يعني السارق الغالب الرجل اللي بيفكر في السارقة الرجل لأنه هو المنفق، فهو اللي بيسترق فهو غالباً اللي بيبدأ بفكرة أنه يسرق فقال لك السارق والسارق فقطعوا أيديها تمام لكن في الزناء الأزانية والزينة بدأ بالسيدة بالسيدة لأن المرأة هي اللي متزينة وهي اللي بتفتن الرجال ولأن هي كلها عورة ولأن كلها فتنة فهنا هي مربط الفرس أو الأساس البداية من عندها ولأن الرجل لو زاني ولو فاسق ولو فاجر وأحاول مع أي امرأة وهي شريفة لا يمكن تتمكنه منها لكن العكس لا العكس ممكن تضعفه صحيح من السبع الذين يظلهم الله تحت ظلوا يوم لا ظل إلا ظلوا اللي هي الرجل دعتهم رأى زلت منصب وجمال وقال إني أخاف الله ده ليه بأن هي عملت شيء عظيم فتنته بجمالها منصب وجمال لكن هو بيخاف الله ده مقاومته عالية ده تحط تحت مرتبة إنه تحت عرش الرحمن ده ليه ده إنه الفتنة فيه هي عظيمة ده هو بصي كمان إيه ربطت سبحان الله ربط الحديث بمنصب وجمال حكتين أقوى من بعض لا لأنه مش بس جميلة هيعرف يصدها لا دي مسكاله منصب ممكن ترفده من الشغل أي حكتين قوية أقوية أقوية ومربطين ببعض ومع ذلك هو قال إيه إني أخاف الله شوفي قد إيه بعد ده سواب عظيم سواب عظيم فهنا التساوي واحد في العقوبة يعني المرأة والرجل الذين يزنيان أي واحد فيهم قال عقوبة واحدة لكن المتسببة يعني هي لو لو أنت تخيلي حضرتك كل النساء ماشيين محترمين من أين يأتي الزناء يعني معلش والله هيجي من الجالة نفسها ضعيفة لا مش هم أوهد بعكس واحدة منقبة أو واحدة محجبة يعني هيجي برضو بس فيه ناس كانوا بيقولك كده زمان طب ما أنت ممكن يعاكسك واحد وانت من نبس النقاط ولا واحد يؤفلك بعربية ولا كذا أي والله أنا عملت إلا عليه أنا كنت برد أولهم كده والله فيرتدي إليه البصر خاسئا وهو حسين يعني يتحصر يعني هو هشوف حاجة مش هشوف حاجة لكن أنا لو كنت أنا متسببة أي يبقى أنا الموضوع عظيم أكبر الموضوع عظيم طيب كمان السعي بقى للحرم وأن ليس للإنسان إلا مساعة تخيلي بقى إتنين بيتكلموا سعياً واتفاقاً ودعهداً إنهم يلتقي لفعل الفحشة يعني أنتو بتخيلها أو حتى للتسلية يعني إحنا برضو فرقنا بين الزنا وبين الخيانة العادية يعني حتى لو بيتكلموا للتسلية لأ ده بصي بقى يعني لسا بقى هنتكلم في جزئية تاني لو افترضنا من الراجل مثلاً يعني بيكلم واحدة عشان فعلاً نيتو صدخاً يتزوج زوجة وغير الزوجة اللي معاه هنقول يعني ربما يكون دينيتو أنه هو يخطب يعني واحدة تانية متجوز وعايز تجوز فبقدرش هنا لو يعني لو دخل أقول له طب ما بيقى إنك عايز تتجوز بتتكلم بقى ليه وتتسلى ليه هندخل في قصة بقى إن إحنا بنتسلى ليه يعني يعني أنت عايز تتزوج يبقى أنت هتتكلم التانية دي تقول له أنا عايز أتزوجك وتدخل برضو البيت من بابه نفس الكلام لكن هنقول نوع ما إنه عايز يتزوج وعايز يسأل أي حاجة ولا غير المرأة متزوجة يعني بيتكلم راجل ليه ما دي مشكلة كبيرة جداً يعني إيه يعني إيه مبررها المسافر تبقى أنت خينة مش موجود في شغله بقى أنت خينة موجود ونايم جنبك ومسكرة مباية بقى أنت خينة وخينة وخينة وجريئة في الخيانة يعني لما وصله بالحالة ده أنا يعني عندي الجرأة العالية أن أنا زوجي عاد جنبي وعاد أنا بكلم واحد بقى أنا كده طيب العكس بقى العكس لو هو الزوج عاد جنبه وبيكلم واحد نفس الكلام هل ده مثلاً دليل على التقصيرها هي مقصرة لا بصي بقى هندخل بقى في موضوع التقصير ده بس فيه نقطة لازم أقولها لك مهمة مبدأ أنه هو أن إحنا تنين عادين مع بعض اصحاب يعني شو في اصحاب كده وفي نفس اللحظة كده أنا بلعب لعبة كده بكلم حده وأنا بعمل حركة خبساً من وراك ده خبس على طول أكيد فمفوش مش بيخلص زوجة أصدحك ده الأدعة ده الأدعة ومع ذلك بيكلم امرأة أخرى هو هاد جنب زوجته وممكن يكون بهداها بيتحك معه ويحسسة أنه بيجريها في اللي بيتفرج عليه وهو ده خاين ونص ده خاين هنا هو خاين ونص قبل ما يدخل في مراحل أعلى من كده هي الحتة دي لوحدها لمجرد أنه بيكلم حد حتى لو كلام عادي بيكلم حد وبطريقة فجة الطريقة هي دي الطريقة اللي تعرفني أنه ده مش أخلاق هو أصلاً بصي يعني أنا أساساً لو أنا صح أنا أهمي كل شيء في النور أكيد مش هحتاج أستخبأ ولا أعمل كده فكل تخبئة يا خيانة وكل تخبئة يعرفي منها أن أنت فيك غلط يعني لو شعرت أني في أي شيء بتعملي مش عايزة حد تشوفه يعرفي أن ده غلط كان في حاجة الإسم لا ده حديث الإسم ما حاكل في صدرك وكريت يعني أطلع علينا يعني أي حاجة أخاف أوريها لحد أنا خاف لي ديها تبقس أخاف لي ديها تبقس على طول أعرف أنا خايفة لي عمرك ما تخافي من حق أنا دايما نقولها الطفل الصغير أو أم تولد لو هيكل من طبعك تلاقيه بيأكل في الخباسة ما تلاقيهاش ياخد منك كده يعني لو حت حت في الحديث ده فنقه قبل ما يتصرف هيعرف التصرف اللي بيعمله صح كده دخلت في الخيانة تعالي بقى لو هي بقى يعزب الله يعني زنا يعني عظم ويبرروها بقى بفكر تقصير الزوج وكذا وكذا أنا كنت لسه هسأل حضرتك يعني هو ممكن الزوج يكون مأثر معاها فهي تبررها بنفسها بالخيانة الزوجية طيب أنا دايما نعقول برضو في الموضدة الجزئية مهمة جدا حضرتك إحنا جيبي اتنين اتولدوا أيتام بيطلع واحد صالح واحد طالح ولا لا أكيد يبقى إذن الزروف أنا ما تحججش بيها وأعلقها وأعملها حشان ما عاد لأخطائي فأنا تزوجت رجل وماشي كويس مهمل مقاصر مريض كيزي طلعي اتطلعي ايوه صح صح هنا بقى اتطلعي واتطلعي واتطلعي وما يميكيش طوب الأرض وما يميكيش الناس لأن جنتي هنا عايزة تقبلي ربنا صح عشان تتزوجي رجل صح وتعيش يعيش حلال فالطلعي حتى لو ما تزوجتش بس ما تعيشش كده يعني ما تبقاش لا بما انها مش قادرة تعيش وعايزة تمشي غلط لا تتزوج تتزوج ماشي تتزوج أنا بقول حتى لو مش هتتزوج خلاص بس ما ترش وحذاري تكون بتطلع لتتزوج رجل أخر حد معين حد معين حذاري وهتشوف الأمرين أكيد اتعام ربنا هيكون كبير لأنه هو لا يشم رائحة الجنة وعمر ما ربنا هيبارك في هذه الزيجة ما بني على بط الفوابط طبعا اي يعني ده بني على قصر الخيانة اي المصبر بقيت الأعظم دلوقتي ايه بقى اللذيذة بقى اللي هي الخيانة بجد بقى اللي هتأتي من مثلا مع أختك مع صاحبتك هاي دي بقى الخيانة خيانة بقى صاحبتك تخونك مع زوجك يعني مش الخيانة اللي هيزدنا برضو مبكلمش عن يعني مجرد العلاقة يعني العلاقة لا ده موضوع تاني ناخد فاصل ونرجع انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل ما لك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من ايه طيب من كل حاجة هو فيه اي فرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب اهدى بس وصيبها على الله خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت سمعت عن دكتورة جيهان مين دي يعني دي يا سيدي استشاري اوسري ونفسي انت فاكريني مجنون لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتعل بساطة يا سلام ببساطة كده هيوة انت خسرا ايه وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر اللي انتحار ما كان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزاف اختلافك سر تمييدك اشتركوا في القناة اهلا بيكم وليسا من ورانا الدكتورة جيهان حسيد طب يا دكتورة طب في حالة ان حد اكتشف خيانة التاني يبقى الحل ايه بص يا حضرتك طبعا هلنا برضو منصفين هنتلاقي ان لو راجل اكتشف ان الزجة هي خينة وتاني هنقول خينة تندرج لمعنى واحد اللي هو على علاقة برجل اخر لكن لو شاف بعين وزنة الامر بيبقى لا ده موضوع تاني اوه موضوع كبير فلو هو شك طبعا الراجل عادة اللي في حمية ما بيقبلش الموضوع بيبقى انه عنده صورة شديدة وصعب تهديته وكلام ده كله طبعا ومع ذلك حصل طبعا مع ناس كتير هذا الامر وكان بيحاولوا الناس بفي اولاد في كذا وفي واحد بيصمم انه لازم يسيبها ودي راجع لطبيعة وفي واحد عنده استعداد يقولك عشان الاولاد عشان انا يعمل ايه وفي الحقيقة يعني ناس بيقولك يعني هو بيقولك تحمل عشان اولاد لك اللي هو الحقيقة بيحبها والحقيقة مش قادر يبعد وقبل الوضع وعنده استعداد يتغفل عنه ويسامل حسب طبيعة كل واحد حسب طبيعته وحسب حاجات كتير جدا حسب ظروفهم وحسب حاجات كتير جدا بس طبعا مع الاستمرار يعني بيبقى السقة من عدم اه طبعا وشكل الحياة بيختلف بعد ما كنت مثلا بسيبها براحتها ابتدى رائب الموبايل ابتدى ترويش ابتدى اعمل ده اعمل ده اعمل ده لكن طلب الشرع اجاز ان هو يستمر معاها يعني ما تعتبرش طلاق حتى لو كان زنة ما يعتبرش طبعا زنة دي بقى في قصة كبيرة لانه لان المرأة تحديدا لو زنت الموضوع فيه شبهة في الانجاب يعني فيه شبهة في الانجاب يعني عشان الناسب وكذا عشان الناسب وعشان خلط الانساب والحاجات دي كلها طبعا ده خطير جدا بانخلاف الرجل يعني طب لكن عموما يعني الاصل في الزواج انه لا ينكي الزني لا ينكيحه الا زانية او مشركة وحر ما ذلك على المؤمنين فيعني لو حصل بعد الزواج طبعا القدسية الحياة الزوجية فاحنا بنقول احنا حاول الاصلاح وانها تأمره او يأمرها بالتوبة يعني عشان لكن هي غالبا غالبا من جانب النفسي غالبا العلاقة بتتهد بيحصل شرخ جامد فيها شرخ كبير وبتتهد حتى لو كملوا شوية بتفضل بقى خلاص مزبزبا والعلاقة ايو في حاجة مش مهمة مشرخة العلاقة مشرخة وتجريحك طبعا لو الزوجة عرفت ان الزوجة بيخونها تصرحوا ولا تسكت عن الموضوع والله الحقيقة الموضوع ده انا قابلت فيه ستات كتير اه مدارس مدارس فيه ستات ناصحة جدا وعندها قدرة هي بتبقى بتتقطع يعيني يعني هاد ممكن تجي لها امراض هو مش عارف جالها من ايه يعني ممكن تكون جالها مرض سكر ولا جالها ضغط ولا كذا هو مش عارف من ايه بس هي تبارك الله ده القدرة على الصمت واللعب من وراه عشان تردوا لبيته بزكاء بزكاء رهيب انا شفت قصص تقولي افلام والله ولا الافلام يعني اللي عارف يعمل كده يعمل يعني تنصح مش بس العارف اللي قابل نفسيا ده لان انا ممكن ما اقبلش ده نفسيا مش فكرة عارف انا ممكن اعرف بس ما اقبلش ده نفسيا يعني ما اقبلش ان انا ارده بالطريقة دي ايه فهتقولك عارف غير يروح له على طول ايه بس فيه ستات عملت كده استردت زوجها وصبرت وتحملت والراجل قدرها بعد ما كان طبعا يعتبر عارف واحدة في علاقها محرامة وكذا وكذا طبعا يرجع لبيته ويرجع لعقله ويمكن جاله مرض وهي خدمته يعني سمعنا قصص في الموضع دي كتير وديها في يعني انا النهاردة لو جاتلي حد بيقولي كده انا اول حاجة بسألها انتي احساسك ايه وعايز اثنين ليه لا في قدامي المراية وشوفي ايوه وشوفي انت صحي كده انت استعحى ايوه صحي كده انت قدرتك ايه ايوه وتقدري تحبيه ولا لأ عارفة ليه هقولك حاجة انا ده انا اقولها لك كل بصراحة من باب انصاف لو ابنك لا قدر الله شير بمخدرات هترمي هتسامحي قصدك مش هتسامحي يعني قصد هتدعي ربنا وهتدور له على علاج وهتجري به للدكاترة بس ده ابني وليه زوجك مبقاش ده ابنك عز دخني بقى يعني ده وضع تاني ده ابني انما دخني اه بس انا لو رحمت ضعفه وتعملت على انه ضعف وتعملت على انه انسان ولو تخيلت الموقف زي بقولك كنا منصفين ان ابنك عمل كده مع امراته هتعمل انتي ايه في ابنك يعني يعني فهم قصدي ابنك عمل كده مع امراته ايه مش بضعف حجم الامر ولا بأمر اي واحدة ان هي تتحمل فقط ايتها هي حقها تطلق وحقها تنفاصل وحقها ما تكملش وحقها كل شيء لكن انا بتكلم احيانا ان الزوجة بتحب زوجها حب شديد جدا مش قادرة تاخذ قرار طلع يعني انا مرة جاتلي واحدة الحقيقة يعني هي اول معرفة موضوع الخيانة هي جايا لي وكأنه المفروض تقول لي انه يجي بالطلع بس انا استشفتنا مش عايزة الطلع هي حسنا ده الصح بس مش قادرة عليه مش حسنا ده الصح حسنا ده اليسون كرامتها اه مش صح لأ مش حاجات صح هي حسنا هي كرامتها يعني واجعها اه واجعها ايه لكن هي مش قادرة هي بتوجع بصراحة هي بتوجع بصراحة طبعا لكن هي هي الحقيقة متعلقة بيه هو لانه هو كان اول حد في حياتها وكذا 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 ماش مع سنين وبينهم أولاد وكلام ده كله هم فقاعدنا نتكلم وبتاع فأنا يعني تصرفت معا تصرف معين كده وأنا اتصرفت معا scene ووصلتها لفكرة الطلاق يعني loop 3 هتطلق ازاي وكذا وأنا عرف أنها غير قادرة على فكرة الطلاق عطلاقا يعني انت who nhất Governor يناقلتブ فيها يعني عشان تعيشها عشان تعيشها 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 تعيشح فيها 엑كل كذا كذا قالت لي طيب أنا أميال كده قلتت لأفكري بقى مع نفسك وبصي في المراهية كده وشوفي أنت عايز تعمل إيه قالت لي إيه ورجعت قالت لي فعلا خلاص أنا فكرت لأيتي أنا مش من مصلحة أن أطلق دلوقتي وأن أنا ممكن أعمل كذا وكذا 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 بس هي اللي قالت تقدر تعمل إيه هي عارفة نفسها هي اللي قالت لكن أنا ما ضغطتش عليها نفسين في أنها تعمل حاجة غير اللي هي قادرة عليها وبدام قالت هتقدر بتقدر بتتعب بتضعف مرة ومرة لا أو في مقاومات بس هي بدام عايزة هي هتقدر برضو هي قدرات طبعا هي قدرات نشغل حد يقدر يعمل طب موضوع السوشيال ميديا هو الموضوع ده هو سبب رئيسي في موضوع الخيانة والذي أطباع جميل هو أنا يمكن أن أتعب قبل كده في حلقة لي قبل كده السوشيال ميديا كان سبب أنه يظهر شخصيتنا في الخلوات يعني هي عبادة الخلوات من أعظم العبادات ليه صلاة الفجر وقيم الليل وكذا أعظم العبادات ليه؟ إن فعلا أنت بعيدة عن كل الرياء قدتك مقفولة وقررت تقوم تصليه أنت وربنا ونفسك بقى مين دفعك بدا إلا علاقتك بالله طب في اللحظة دي لو واحد بيفتح مواقع إباحية يبقى هو فعلا نسي إن الله رقيبه إن الله مطلع عليه صح فجال السوشيال ميديا تطور أنا تطور بالنسبة لي أنا عاشي على التطور وأحب إن إحنا نتطور من نفسنا في النحي كويسة فهو جالي يخدمني أردني مش حد متطور قد حضرتك يعني صح في موضوع شاوي كده لا يعني هيك متطورة فعلا أنا بحب التكنولوجيا أنا بحب التكنولوجيا جدا يعني أنا عايز أوضح الجانب الآخر لي حضرتك إن فعلا حضرتك متطورة جدا تكنولوجيا آه دراستي رئيسية آه ماشاء الله ومجال بتاعي وبحبه يعني أنا بحب كل شيء حديث يعني نهارده لو يسيطي في كاميرا أعلى في موبايل أحدث فيه مش عارف شاشتها أنا أنبهر بيها آه يعني أنبهر وأحب أجيبها طالما هتزين تخدمني أكثر ما أجيبهاش برضو من باب التبذير يعني ممكن أجيب موبايل عادي ما أجيبش الأعلى طالما ما فيش فرق آه في الإمكانات أو مش محتاجة الإمكانات لكن لو محتاجة مثلا كاميرا وباستخدمها الشيء هجيب الموبايل الغالي لو تلفزيون محتاجة الحاجة معينة هجيبه فعشان بس نفرق ما بين حبي للشيء وإن أنا أستخدمه عشان ربنا هيحسبني على مالي فيه مع أنتوا يا قيات آه تمام لكنها ممكن أجيبه ومش مجرد حب لكن خدمة لكن في النهاية قصد نكل الشيء سلاحظوا حديث آه النهاردة التلفزيون مثلا بيقدم طرح طيب وطرح خبيس طيب أنت عليك تختار آي أنا لو ضعيفة وممكن أضع قدام الخبيس قرم التلفزيون من البلكونة وقصريه مش مهم ما تخسارك ده ما أنا عارفة نفسي إن أنا أضعك لو أنا عارفة نفسي عشان كده أنت قادرة إيه بنفسي طيب السوشيال ميديا بقى نصبته أعظم مش بس عشان التطور عشان أنا أولتها بكده أنت مش معروفة خلف يعني أنت بتبقي شخصيات افتراضية كلها مش معروفة خلف الشاشات بتاعت السوشيال ميديا مش معروفة أنت إمين حتى إسمك مش مكتوب ممكن تكتبي إسم حركي ممكن تبقي أصلا الأكاونت فيك خالص تماما ومحدش عارفك خالص ومش حط أي حاجة تدل عليك وتفعل ما تشاهد فالموضوع طبعا بقى أعظم عرض حيك إنه هو أظهر الكويس فينا من الوحش لكن الكويس والوحش معروف هو ميز هو ميز لكن بسي لا ننكر أنه وقع في فتنة السوشيال ميديا النساء محترمات كتير يعني عشان برضو الواحد يكون منصف يعني أكيد برضو كان فيه خلل يا دكتور ما هو فيه خلل في إيه بقى كان خلل مش ممكن يكون خلل في الدين يعني هي معندها الثواب الدينية كافية بسي أصلا إلا هيسبتني معلش أنا هسألك سؤال هواتي درقتي لو وقفتي وجزل زي طبيعا هنترجي ونتمرجح ونقع على طبعا لكن أنا عندي سوادد مستعنة بالله أو عندي الزمي نيجي نقول إيه بلد مقاومة للزلزال عاملة كل الاهدي إيه اللي هيخلي الزلزال خفيف يبقى أنا مش هتضمر مش هقق قوي فأنا عندي الوتد بتاعي ديني اللي أنا مستعينة به في الله اللي أنا بقى في حاجات معينة ومواقف معينة أرجع الأمور للدين تمام فإحنا هنا بنعرض للفتنة والفتنة أصل للحياة يعني الأصل في الدنيا في الدنيا ده نحن هنوفتان عشان نختبر أصدح هيك إن اللي وقعت ما كانش عارف الحلال من الحرم لا مش ما كانش عارف هو ساب هو بوسي أنا مثلاً هاجبها لك في موضوع السوشيال ميدي بيحصل كتير جداً يفتحه حتى الشباب يفتح يشوف من باب الفضول ما يكونش قاصد إنه هو يتفرج على فاحشة بس مش قادي يتخيل معقولة في حد بيعمل كده طب أعمل صارش كده شوكي تخصي الفضول يجيب رجله فاكرة لما قلت لك الشيطان يرمي لك بكرة الخيط لو مسكت طرفها لو مسكت طرفها بتكر الباقي أنا أفتكر زمان لما أنا ملتزمة الحمد يعني من زمان يعني أفتكر لما جيت فترة أقول أنت خلاص مش هتفرج على مسلسلات في رمضان ما حبكش يعني حتى كله بيتعاد بعدين يعني لو أنا عايز أشوف حاجة فلاقيت حاجة مهمة جداً إنك لو ما تفرجتيش من أول يوم على أول حلقة مش هتشوفي حاجة لكن لو تفرجتي على أول حلقة طب بكرة هيحصل إيه طب بعده هيحصل إلا أنا ستكرت البكرة البكرة حتكر التلاتين يبقى أنت دا يعطي فضل شهر عظيم كان ممكن الوقت دا تعود تصلي فيه أو تقري القرآن وإنت قاعد تفرج على مسلسل هي أساس هتجدك التعاد مئة مرة بعد كده فده اللي عنا بنقوله في القاعدة العام فأحياناً في ناس محترمة بدأت معهم القصة بالفضول تمام؟ أو في ناس عندها عاجز في العلاقة الزوجية في خلال فحبت تتسلى وفكرت إن دي ما هوش زنة يعني هي استهانت بالزنب عارفة لها قالت إيه دا أنا كده مش بزني أنا كده بتفرج بس فوررته نفسها فوقت دا اللي قصد علي يعني مش عاقصة إن هي في الأصل مش راحة للفحيشة بكامل إيرادتها ولا هي فاسقة ولا هي فاجرة هي انزلقت لي هي انزلقت ولا إيرادية صحيح طيب نطلع فاصل ونرجع لكم نتفضل طيب نطلع فاصل ونستنينكم نتفضل حالك انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل نالك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من ايه طيب من كل حاجة هو فيه ايه يفرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب اهدى بس واسبها على الله خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت سمعت عن دكتورة جيهان مين دي يعني دي أسي دي استشاري أسري ونفسي انت فاكريني مجنون؟ لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتعل بساطة يا سلام ببساطة كده؟ هيوة انت خسرا ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر الانتحار ما كان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزات اختلافك سرية ميودة اشتركوا في القناة اهلا بيكم مرة تانية ولسه منورنا الدكتورة جيهان حسين طب يا دكتورة في رجالة لما تقول لها تقول له انت خنت ليه يرجع لك خيانا يقول لك السبب ان زوجتي كانت مقصرة هو دي الشمعات بقى اه الشمعات هي الشمعات هي الشمعات دي اللي كلنا ممكن ناخدها في كل حاجة طيب انا لازم افرق بين حكتين بين السبب والعذر فرق كبير بين السبب والعذر لو نهارده حضرتك بقولك مثلا يعني انت مفوت كنت تيجي تزوريني وانا مريضة وتقول لي والله دا جاي زورك حالا ومش عارف ايه وكذا بعدين عربيتك تعطل في الطريق وبقالين ما عليش يا جان والله كنت جاي في السكة والعربية عطلت هو السبب حقيقي لكن هو اصلا عذر يعني انتي بتقدمي قيمة وهية لان انتي بكنتيش عايزة تيجي انتي ما صدقتي استغلتي السبب تا فاهمة قصدي نعم يعني النهارده صدقي انا في ان انا عايزة ااجي العربية لما بتعتل ممكن تركينيه على جنب وتصممي وتروحي وتيجي بتاكسي اه 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 وممكن التاكسي عطل هتركابي موصلات ممكن هتوصلني منتأخرة بس هتيجي يعني اصلا حقيقي ان العذر دا بيبقى سبب اي كلام اه حتى وان كان حقيقي اه اه لا وان كان حقيقي ده اللي انا عايزة اوصلوه دي اي 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 لو كان العربية عطلت دي انتي مش كذابة اي يعني ممكن تقولي لي انا كنت جايلك العربية عطلت دي ممكن تكون كذب اي لكن انا بقولك هي لو صدق ده حصل فعلا وحقيقة بس مش سبب بس انا ما عنديش صدق في ان انا اجي اي اي فالراجل ممكن تكون اه اسبابه حقيقية يعني عنده حق ان الزوجة مقصرة يعني ما بقولش انه بيدعي اي الصفات مثلا في المرأة لكن هو دي حجة قوية بالنسبة له علشان يبرر اختاره يبرر الخيانة يبرر الخيانة او المرأة نفس الكلام اه لكن ما فيش مبرر ما فيش بو الا لو فيه مبرر ما كانش ربنا حاسبهم كانش يبقى فيه عقوبة اي لا اي ما فيش انسان مبرر ولأ وممكن كمان زوج تاني يبقى فيه زوجته نفس المشاكل وما يخنهاش ايوه عشان كاذب اقولك يا عشان كده ما انا بقولك ما هي نفس الكلام لما تلك اتنين يتويندوا ايتام واحد دي تلع صالح واحد طالح اي دي يتحجك بايه بس تتولدت من غير ابو وام طب ما تتولدت من غير ابو وام ايوه صحيح صحيح لكن كلنا لازم نعرف ان احنا كلنا عرض علينا او هيعرض علينا وهديناه النجدين طريقين ويشوف هو عايز يمشي بايه انت لازم تختاري يعني انا قدامي الطريقين ربنا سبحانه هيعرض علينا الاتنين هيعرض لا تخيالي بقى اي انسان اتحدى يجي يقولي انا عمرو اتعرض علي حرام ما الحرام عمرو اتعرض علي قدامي اتعرض علينا كل شيء اتعرض عليك الخيانة وخيانة الزوج وخيانة وظيفتك وخيرت مديرك في العمل اتعرض عليك الرشوة اتعرض عليك كل شيء اتعرض لابد يعرض علينا كل شيء ربنا بيختبرنا لابد ده الأصل ده الأصل ده الأصل فأنا هطلع بقى في الآخر وأنا هنجح إزاي وهنروح للجنة إزاي الجنة كده بالسهل طيب أنا هنجح بإن أنا على طول أنت أعدى في لجنة على طول بالجوبي يجي سؤال سهل تاخدي صح عشرة من عشرة يعني يجي لك السؤال بتاع إيه يلا سرق يا إيه ناس لا مش هسرق برافو عشرة من عشرة تعالي بال للرشوة آه ماشي والرشوة غير السرقة برضو ما فيقي يبقى تاينة إيه وقعتي يبقى أنا وفي الآخر نتيجة الإجاباتك كلها هتبقى إجابة كم في المية هم هي دي مكانتك ودركتك مكانتك في الجن وحاجات كثيرة صح صحيح وميزانك مع الفارق بقى إن إجاباتك في الدنيا ممكن تختلف مع الله في الميزان يعني هنا ما ينفعش أقول إن ورأيتنا كلنا إسألتها واحدة بس هي متشبهة يعني هي في الثوابت الاختبارات مختلفة الأسئلة مختلفة مختلفة بس في ثوابت بس في ثوابت يعني أيوة شكل السؤال ويعني أيوة مختلف لكن هو في النهاية اللي هو بيختبرك في صفة واحدة أو في شيء واحد أيوة في نفس الوقت أنا عمري ما عرفش إمتى ورأتي هتتسحب يعني فيه إنسان عايش خمسين ومئة سنة منذ عشرين سنة فخلاص يعني دي تسحبت مننا اه تسحبت على أي حال وأي وضع بحسب باقي فلازم نركز في الحاجات اللي بتجينا في الرسائل اللي بتجينا كل حاجة ونخلي والنقطة تانية وليما خايفين برضو منسحب الورقة دي نحطها في حسابنا ما هي الموت مش حنا كنا بنقول خالقك والموت خالقك لما قالها لكمان خالقك والموت في نقطة كمان مهمة إن إجاباتي يعني لو افترضنا إن إحنا كل الطلبة في كلية معينة هيمتحه مثلا يعني إنتحنا هم مئة سؤال وكل سؤال بدرجة يبقى هم مئة درجة إحنا لأ إحنا لو هم مئة سؤال كل سؤال إجابته مش بدرجة بقدر عملك ممكن حاجة زنب صغير دي بقى تحت المشيئ كلام ده تحت المشيئة الله في إن الحسنة بعشر أمثالها وإنه فيه لأوة كمان خلي بالك في حديث بحبه جدا إن الله يحبه ثلاثة أكثر من ثلاثة ويبغت ثلاثة أكثر من ثلاثة يعني يحب إيه يحب أنا عايزة أفتكر لأن ده ما نتلغبت في الثلاثة يحب ما معناه ما هي ما معناه هو حديث جميل جدا هو على الكرم وعلى الطاعة وعلى الرجل الكبير يعني فيحب الكريم الغني الغني الكريم يحب الغني الكريم وحبه للفقير الكريم أشد يعني ده بيدي من من ضيق أيوة ويحب الشيخ الطائع وحبه للشاب الطائع أشد لأنه ده فعز شهوته وممكن وهو بيرتعي الله سبحانه وتعالى ويحب الفقير المتواضع وحبه للغني المتواضع أشد اعكسي بعد ثلاثة في البغض عشان بنا أخدش من الوقت يعني اعكسي نفس الثلاثة ده دليل على أن أنا وإنتي ممكن نعمل نفس الشيء والدرجات مش واحدة بس هي عندي أنا أجرها أعظم من عندك وهكذا طب قبل الفاصل بقى كنا بنتكلم في نقطة مهمة جدا حقيقة كنتي بتقوليلي أن ممكن واحدة تخون صاحبتها مع زوجها يعني آه يعني شفتي حالات كده كمان طيب أنا بس عايزة في الحتة دي أتكلم في إيه دي غلطة الزوجة طيب هل مش صح أن أنا دخل صاحبتي وأن أنا أكشف أسرال للناس وأن أنا عرف الناس حياتي طبعا دي أنا بس عايزة أنصح بناتنا طبعا رقم واحد ولا أخطج ولا أخطج إحنا اتفقنا يا جماعة أن إحنا جوانا دي نفوس أنا معرفش كنت محتاجة أي ممكن تبقى عيني على زوجك لأن دا كان حلمي طب رضيت أنا بجوزي ليه طالما عيني من زوجك وانت استنى لما يجيلي واحد زي زوجك لكن اللي بيحصل زي ما قولنا البنات بيجي لها حاجة محدودة بتاخد الأقرب للي فممكن يجي لها مش زي ما هي عايزة قوي وسنها أو أي حاجة فاضطرت تقبل أول عجيبها دا بس طمعها هو عين هافدة فاللي في النهاية اللي عايزة أوصلولك إن أنا معرفش اللي في نفسي إيه ولا تعرفي أعرف اللي في نفسك ولا تعرفي اللي في نفسي فإحنا تجنب على ناصر لذلك الأصل إن إحنا من طلعش أسرار بيوتنا بره ما تكلمش عن زوجي يعني أحياناً اللي علاقات الصحاب يعني بتصل لمرحلة إنها فهمة جوزك أكتر منك مكتر حكاوي آه يعني أنت ممكن تجي تحكي لها مشكلة تقولك لا لا إسمعي الكلام بس يا بنتي جوزك والله ما يجيش بالطريقة دي إسمعي الكلام عملي معاك كذا 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 دا بيحصل بس دا من كترهم وهم بيحكوا عوي المصيبة بقى بتبقى أعظم لما الرجال هتتكلم مع بعض على الستات لأنه صفة النساء الراغي آه لكن صح ممكن رجل يعدي يتكلم عن زوجه آه بتبقى مصيبة أعظم ممكن صاحبه يحب مراته بيحب من كلامه آه ممكن يقوله دي بتلبس لي وبتعمل لي وأكلها حلو ومش عارف ايه ايه ويعود يحلم بيه لأنه التاني بيعاني من مراته اللي ما بتلبسه وما بتنظفش وما بتعملش وما بتسويش فالمصيبة عظيمة فنقفل على بابنا الفيس مش احنا كنا لسه بقى السوشيال ميديا آه اللي بيشايروا الأكل وبيشايروا المصايف وبيشايروا بيشايروا الأكل أنا واد بلاقيهم مصورين الأكل اللي أكلوه طب يعني وليلي بالله عليك يعني نقول ايه فيهم دي عايزة حلقة لوحدها ده حلقة ده حلقة نجل لك كل ده اللي بتحزل في السوشيال ميديا آه نتكلم عن كل حاجة لوحدها لأن ده موضوع كبير بجد والله العظيم وبيشوف حاجات مستفزة آي مستفزة طيب انتي على الفيس شايفة واحدة زوجها متوفي شايفة واحدة لم تتزوج شايفة واحدة لم تنجب شايفة واحدة عندها فقر شديد بتصوري الأكل ليه بتصوري زوجك وانتي بتتفسحي ويحبك وبتحبيه واحدة الميلاد والمشارف حتى نرعي حتى مشاعر بقى لا وبعدين بقى يرجعي عاياته بقى بلايف تقولك اخسارة ده هطلقني بسبب جزء ده يعني ايه يعني انا مش فهم يعني ايه لا احنا نعمل بقى حلقة كاملة آه ده موضوع كبير طبعا آه ده موضوع كبير برضو الوقت بيجري معاك آه ناخد برضو سؤالي حلقة تفضل طيب بما اننا بقى تكلمنا في موضوع الخيانة هنقول ما حكم الزاني او الزانية المحصن المحصن بمعنى المتزوج آه المحصن آه يعني زوجه يعني طيب تمام تمام يجلد مائة جلدة يجلد تمانين جلدة الرجم حتى الموت ترسل برضو الاجابات آه الاجابات 30 اجابة كاملة صحيحة الاسم سلاسي بالتليفون الامير وربنا يوفق الجميع يا رب ان شاء الله كتحلقة مفيدة جميلة استفدنا منك فعلا يا جزاك الله خير ان شاء الله ننتزرك في حلقات تانية بإذن الله نورتنا نرزقنا الإخلاص والله اهم حاجة ربنا رزقنا الإخلاص في القول والعمل وأنصحكم بفعلا بالإخلاص الإخلاص الإخلاص ألف شكر لحضرتك نورتنا مرسيليكم جدا وهنستنىكم بكرة في نفس المعاد الساعة 2 والإعادة الساعة 3 تفاجران بإذن الله شكرا لكم كنت معكم إيناس كامل سلام عليكم اشتركوا في القناة حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت سمعت عن دكتورة جيهان مين دي يعني دي يا سيدي استشاري أسري ونفسي انت فاكريني مجنون؟ لا لا استاذنا بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتعل بساطة يا سلام ببساطة كده أيوة انت خسرا إيه وأنا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني أصل عمر الانتحار ما كان الحل الأكاديمية الدولية لتطوير الزال اختلافك سر تميزك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة